افتتح الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة السيد محمد الأشيق ردام توفيقه ردت إنعاش المصابين بفيروس كورونا التي تم إنشاءها بفترة قصيرة لتكون جزءا من مدينة الإمام الحسين عليه السلام الطبية حقيقة هذا العمل وهذا الإنجاز الكبير هو عبارة عن تحدي في زمن الوباء أوصت في المرجعية الدينية العليا وتوجيهات من المتولي الشرع للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي إلى كوادر العتبة العباسية بالشروع بإنجاز هذا المبنى المبنى الحياة الثانية في مستشفى الحسين في مدينة كربلا مساهمة العتبة العباسية في بناء مستشفى في زمن قياسي كان له أثر كبير على حركة المعالجة لوباء كورونا فشكرا للعتبات المقدسة وشكرا للمرجعية على دعمها المستمر في نكبات الشعب العراقي وفي أزمات الشعب العراقي ستون ردها تم تنفيذها من قبل الملاكات الهندسية والفنية في قسم الصيانة الهندسية وبإشراف الملاكات الطبية في العتبة المطهرة بمواصفات قياسية تم تجهيزها بالمستوزمات المطلوبة لتكون في الخدمة الصحية في ظل الأوضاع الراهنة حقيقة هذه الشراكة مع دائرة صحة كربلا بالنسبة لنا شراكة أساسية ومتكاملة للوصول إلى خدمة رائعة جدا للمواطن بكوادر قسم الصيانة الهندسية التابعة على العتبة العباسية المقدسة استنفرت كل الطاقات الموجودة ولمدة 15 يوم ليل مع نهار لإنجاز 60 ردها منفردة للمصابين 15 يوما شهدت استنفار جهود الملاكات الهندسية والفنية في العتبة العباسية المقدسة لكي ينجزوا ردهة الحياة الثانية في محافظة كربلا مساهمة منها لحماية المجتمع من جائحة كورونا تضاف لسلسلة مبادراتها الإنسانية التي عودتنا عليها والتي تخدم الصالح العام